السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطبعا الحل اللي جربته ونفعه معي في الماكبوك اير اني دخلت بالحساب وطلع لي عملية ان الخطأ رقم مية ثم سويت اعادة تشغيل ثم دخلت على الاب ستور وحملت اللعبة وجاني يطلب مني الرقم السري تبع الحساب حقي وحطيت الرقم السري وضبط معي لكن راح نتطرق الموضوع ثاني الان انا خاش من الماكبوك اير والشرح سويته بالماكبوك برو اول ما تخش على حسابك نروح الى الخيار التالي راح نحصل جميع التطبيقات اللي انا حملتها على حسابي فبالتالي اقدر احملها على الماكبوك اير مثلا هذا بفلوس خنشوف انا حسابي فيه 22 دولار خنشوف هل بيقولي هل بيسحب من حسابي او انه بيقولي انه معك الجهاز طبعا الحين تم التحميل نشوف راح سحب من حسابي ولا لا فسابي نفس ما هو خلونا نشوف شيء اخر طبعا النتو للأسف عندي بطيء جدا لا نشوف البرنامج الاخر اي برنامج اخر مثلا هذا البرنامج ايضا برامج اخرى نشوف طبعا هذا البرنامج ونشوف الانجري نشوف اللعبة التالية طبعا راح اسويرهم كلهم تحميل ونشوف راح يسحب من حسابي ولا لا او انه خاص بخمس اجهزة مثل ما هو معروف مع الايفون والايباد والاجهزة الاخرى طبعا نروح للفيوتر ونروح للواجهة الرئيسية ونشوف وش راح يصير معنا طبعا نتندي بطيء فبالتالي عملية التنقل جدا بطيئة فنشوف هل هو بيسحب من حسابي ولا لا الحساب لنا الحين 22 دولار فاصلة 36 سنت نرجع وليات الشراء هذا البرنامج بفلوس ونشوف الان سحب مننا ولا لا الى الان ما عن سحب ولا سنت من حسابي وهذا اللي حبيت ابين عليكم في درس اليوم معالجة خطأ لرقم 100 وهل اذا دخلت من جهاز اخر مثلا ايماك ماكبوك اير ماكبوك ماكبوك برو اخر او اي جهاز اخر من اجهزة ابل على حسابي في الاب ستور بعد التحديث هل البرامج اللي شرعتها راح اقدر اشغلها على اجهزة الاخرى ولا لا لكن زي ماها شاهدنا قدرنا نحمل برامج الفلوس وما انسحب مني ولا ريال ويالله يعطيكم الاب المترجم للقناة